اكس بريس تحت اشراف الوكالة التونسية لتكوين المهني السنتر يتميز بعدة اختصاصات عنا النفو مثل اللي هو شهادة الكفاءة المهنية وعنا النفو اللي هو مؤهل تقني مهني عنا اختصاص ميكانيكي سيرات بنزين ودازال مركب مصلح في التبريد عام في صناعة الملابس كهربائي ميكانيكي عام في صناعة الانظمة الميكانيكية مركب في كهرباء البناء هذا ما كلما اختصاصات شهادة كفاءة مهنية قديش من المتكون عنا المتكون عنا قرابة تسعمية متكون دي ما عنا بالتداول تلقى اشتر المتكونين في السنتر يقراو وبقيت المتكونين في استاج في المؤسرة الاقتصادية خطر احنا نختمه بالتداول الشهائد اللي تحصلوا عليها الشهائد اللي تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية شهادة مؤهل تقني مهني واي واحد يعمل شهادة كأي استاجير يعمل شهادة الكفاءة المهنية عنده البوسيبليتي بشي كامل نيفون بعد اللي هو مؤهل تقني مهني. مهي مدى ملائمتها لسوق الشغل. سمحني. الشهائد هذي مدى ملائمتها والاختصاصات لسوق الشغل. مدى ملائم الاختصاصات الذية اللي يخوة ديبلوم متاعه النجم يشارك في اي مناظرة تهبطة اي شركة مناة وطنية. اي. ولا في اي كونكور ديجا هي البي دي بي معادلة لشهيدة البكالوري من وزارة التربية. اي. والشهيدة كفاءة مهنية معادلة دوزيمنة سيجوندار. ما تقدم نسبة تشغيلية عندكم? آآ نسبة تشغيلية بهي محترمة وزيد فما توي كما كتعرف برشة صغيرات يحبك يقول اي يحب يقولك انا عندي كونتخاء باش نشارك في كونكور هذي يخوللهم برشة وزيدة عنا برشة استجارات برشة ديزاب خنون ينتصبوا للحساب الخاص. واضح. عنا في الصندر ديجا سمعني فضاء اسم فضاء المبادرة. اي. وهو الاقلاع نحو المبادرة هذيك فضاء يوري لصغيرات استجارات اللي عنا كيفيش بش يبعثوا مشروع و يشجحهم على بعض المنشارية. ونعملوهم منقطروهم في الفضاء هذي كيتم تأثيرهم. كذيك عنا الاستجير يتمتع عنا الحياة الجماعية. وفضاء الاقلاع نحو المبادرة كان في مركز بنزرته? لأ فما في برشة مراكز متعدة. احنا عنا في المركز متاعنا عنا منهم عنا اسباس اسباس كامل خاص بيوم هما. باي فما حاجة في فيفري. فما داورة في فيفري. عنا داورة فيفري ان شاء الله. التسجيل كالعادة عن بعد. عالموقع تخوا دول في. اتيف بي بوان تي ان. يحل الموقع يحل اول ديسمبر. يسجلوا عن بعض. ومرحبا بيهم لكل اختصاصات المتوفرة بالنسبة لسنتر بنزرت. عن اه اختصاص عاون في صناعات الملابس. عاون في زيادة الانظمة الميكانيكية. مراكب مصلح في التبريد. هذي ما بالنسبة لاختصاصات مثل شهادة الكفاءة المهنية. بالنسبة للبيتي بي مؤهل تقنية مهنية عن ازوز اختصاصات اللي هو تقني في ميكانيك وكهرباء. السيارات. مه. واختصاص الاخر هو تقني في الانظمة في الصيانة الالكترونية للانظمة الالية. واضح. الناس اللي تسمع فينا تو مدام حلم سوسي وما تعرش المركز. شنو النجمو قلولهم كفاش النجمو انشجعوهم على اهمية التكوين المهني وراهم مسار ينجم يزيد ينجح الحياة المهنية متاعك. هو التكوين المهني بصفة عامة بالنسبة حس ما احنا نشوفوه مكلفة انا بالاعلام والتوجيه والمرافقة داخل السنتر. مه. هو اختيار. اختيار وغرامة مراهي الصنعة باش انتي باش تنجح في صنعتك وباش تاتي ما عندك يزمك تكون مغروم وتعرف تختار الاختيار اللي يتماشى مع مؤهلاتك وقدراتك زادة. مه. رو منختاروش الاختصاص. اه. تواهمتوما مرافقة وتوجيه توجهوهم تعاونوهم. نعاونوهم في التوجيه. احنا نعلموهم بالاختصاصات يتم اعلامهم بالاختصاصات سواء اللي جيونا طالبين المعلومة في السنتر. مه. ولا عن طريق اللي ازا في شكل. ومبعدكي جيونا نتمو توجيهم. هو. فما صغير على صغير يجيك ما هوش عارف روح وشنوه يحب. هذك الخدمة معاه اكثر. نتعمقوا فيها اكثر. انتي باش تعطيه الاختصاصات. العمار قديش? العمار ما اقلش من خمستاشين سناء. بالنسبة للفورماسيون احنا عنا دوفولي في مركز تكوين تدريب مهني بنزارة نامنو التكوين بالتداول ونامنو كذلك التدريب المهني. منسوش تدريب المهني. تدريب المهني هذيه لتخونجداج من خمستاش لعشرين سناء. وليكون النبو سكولي غمتاو اقل من تاسعة تاسعة مش اقل من تاسعة من الثامنة اساسي فما اقل. واضح. نوفرولهم تدريب مهني باش يتحصل على صنع باش ينجم يأمن مستقبل. نذكروا دورة فيفري اللي هي حاجة جديدة برشا تستنى اه اللي يحبوا يتكونوا. اللي حبوا يتكونوا دورة فيفري مرحبا بهم يسجلوا عن بعد عندهم الحق يختاروا ثلاثة اختصاصات علمي نصة. ماذا بينا يحطوا اختصاصات هما يحبوهم. اهي. ومغرومين بهم باش يحالفهم الحد ويتحصلوا عن دبلوم متاحهم ويدخلوا سوق الشغل. مشكورة جدا احلام السوسي مكلفة بالعلم والمرافقة والتوجيه بمركز التكوين والتدريب المهني ببن زرد. الحوار كامل تلقى على قناة يوتيوب اكس بخصفهم. ونصل معاكم في شارعتون سيحة اللحظة شو نص. اشتركوا في القناة